اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حتى يصلكم كامل الجديد نروح مباشرة نحو المقادر اذا انا هنا ندر هذه الوصفة او الكيفية نحتاج الى كيلو من اللوز مرحب هذا الشكل نحتاج الى 200 جرام من السكر الناهم ونحتاج الى 200 جرام من السكر العادي لان السكر العادي يعس لنا المقرود المقرود لا يجب يكون محمص نحتاج الى عاصر نصف ليمونه ونحتاج الى يعني لزاست أو بوشور ثنين ليمونه لزاست دو سيتران نحتاج الى ثنين صفار ولكن البيض سوف نزيده ونحن نجده ولكن في بدء الامر سوف نضعو صفار هل ستشوفون هلوني هلوه نضع سنين سفار في كل كيلو من اللوز نضع سنين سفار لأن السفار يجعل قطوة تعنى يجعله ترين يجعله يتعسل يجب دائما في الحلويات يجعل السفار أكثر من البيض لأن البيض يجعله في مدة قليلة كما كنت تشاهدون فيه نضيف في البيضة هذه الكمية أخذت لي 2 سفار و 2 بيضات كاملين ديما البيض نضيفه غرب شوية لا نضيفه مرة واحدة على مرة واحدة في بدء الأمر نضع كيلو تعلوز نضع 100 جرام سكر نضع 200 جرام سكر عادي نضع 2 بوشور تعليمون و نضع تعليمونتين و نضع عصير تعليمونة واحدة نضع 2 سفار هما الأولى يعني الولين و بعد نضيفه البيض نضيفه حبة بحبة حتى نتحصلوا لهذا القوام شوفوا هنا العجنة نقدروا نلموها نعرفوا باللي وصلنا للقوام المطلوب نضيفها فقط و نشكلها على شكل حربوش كبير بهذا الشكل و نغلفها بورق المطبخ لو بابي فيلم و نجعلها ترتاح يعني لازم لها ترتاح أي قطو يكون فيه السكر يعني السكر العادي لازمو يرتاح الأقل ساعة أو ثنين لأن السكر يعني السكر يضوب شوية و نحن سوف نتحصل على منطقة و نجعلها نغلفها و نجعلها ترتاح و نجعلها ترتاح بعدما تفوت المدة التي ارتحت فيها على الأقل ساعة إلى ساعتين و نرح نجيب البودان تاية و الحربوش اللي خلي تريح شوفوا كيف يجي يعني يجي ما فيه اشتشقوقات يعني إلا كان مكان اشتشقوقات فلابات نعرفوا باللي احنا نجحنا في وضع الكمية اللازمة من البيض ها هي نقوم بقطعها و نشكل حربوش إذن هنا نشكل حربوش كل واحد وشي يحب يعني اللي حبها يحبها كبيرة يحبها عالية كل سيدات تختار الشي اللي يبغاتوا و هنا نستعمل هذا الطابع و نحتاج إلى هذا السكين لازم يكون ماضي مليح إذن هذا الطابع ما نشح نطبع به ولكن غير باش ندير الحبات يعني يكونوا مواسيين يعني كل حبه تكون كتضغطها غير نحطوا يعني ضغط خفيف جداً باش يعطينا غير يعني الامارة يعطينا الاتراث اللي راح نقطع عليها و نروح نقطع الحبه التاعي بهذا الشكل واحدة وراغتها شوفوا كيف هي نقطع الحبه لازم تقعد واقفة ما تهبطش يعني تبقى محافظة للشكل تاحها هنا نعرفه مقرود الوزراء و نجحنا فيه مئة بالمئة إذن نكمل مقطعهم كامل و نواسيهم شوية بيدي ندير عليهم سباتول و اللاموس غير باش نحاولهم و نقاع اللي تخاف من المرحلة هذي تقدر شوية تفارينة ما تكسرهش نروح نجيبان بلاتو نحطهم في البلاتوتين سجمهم كامل و ندخلهم يطيب و ففور لمية وخمسين لمدة عشرين دقيقة و نقاع و ندخلهم في هذا الأثناء المقروض نحن نحضره و نحضره نستخدم مئة وخمسين قرام من السكر و نستخدم ثلاثم ميلي لتر من ماء الزهر و نستخدم ثلاثم ميلي لتر من ماء الزهر هذا كلاساج بارد في بارد لدينا نوعين من الكلاساج لدينا سكر و الماء و نجعله طيب مع شرق احليمون و لدينا هذا السكر يأتي السيرو أو الشرق يأتي رائع هذا الحلوة سوف نجعله يضوب ملح و فقط سيروتاهي أصبح واجد سيدي ثلاثم ملح و نجعله طيب و نجعله فضل ثلاثم ملح قمت بلد سيروته سيروته سيديه سيروته لدينا سيروت و نجعله الان و نضعه صفاة و نضعه صفاة و نضعه نضيفه في السحنة ونضيفه نضيفه في السياج نضيفه من الماء لأنه لنضيفه ونضيفه القاعدة تحتهم لا يوجد مليح نضيفه نضيفه لنضيفه إن اضيفه لا يوجد مليح نضيفه نضيفه لدينا السنة فتصنع سكر لنضيفه نضيفه نضيفه نغطسهم مليح نغلفهم و نجعلهم على الأقل من دقيقة إلى دقيقة و نصف نحن 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 نشرب عشد س conference نحن 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 نعودة من الخلف و نضيفها alrededor حيث، مريم تحصن نحن نلم else سكر نكمل و نحي و ثاني الحبيبه الثاني هنا نعطيكم فقط أستوس اللي بغات انه تنحي الكميه الزايده و ما تعودش يعني ترش عليه من الفوق لازم تستخدم القفاز الجراحي رائع في هذا العملية هنا استخدمت يدي فقط لأمي راح نرشه من الفوق اللي بغات تستخدموها كاكت تستخدم القفاز الجراحي هيعطيها شكل رائع نروح نرشهم بالسكر و نخليهم يطولوا أكبر مدة ممكنة أنا هنا خليتهم باتوا يوم كامل و بعد درتهم في كيسات و لينا بخو نروح و نشوفوهم في سحن تقديم اذا هاوليك مقرولو ساعي بعد ما بيتوا في السكر شوفو كيفاش يجي يجي ما شاء الله حتى من الداخل يجي مع السل ان شاء الله يا ربي تكونوا عجبتكم وصفتنا لنهار اليوم و ما تنسوش تجربوها في هذا العيد و تخليو لي تعليقات في وصفتين أخرى ما تنسوش تشتركو بالقناة الى اللقاء اشتركوا في القناة